اشتركوا في القناة ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي السجاد ابن الإمام الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وابن الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام ولد الإمام محمد الجواد عليه السلام يوم الجمعة العاشر من شهر رجب الأصب من سنة خمس وتسعين وما من الهجرة المباركة ويظهر هذا جليا في الدعاء المنسوب إلى مولانا الحجة المنتظر مكن الله له في الأرض وقد أمر عليه السلام بقراءته أيام رجب وأوله اللهم أني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب وكني بأبي جعفر الثاني تمييزا عن جده الإمام محمد الباقر عليه السلام لأن كنيته تشبه كنية جده محمد الباقر عليه السلام واسمه واسم أبيه كذلك ومن ألقابه الجواد والتقي والقانع والمرتضى والمختار والمتوكل والمنتجب والنجيب والمتقي والزكي ونقش خاتمه نعم الخالق الله نعم القادر الله وقيل العزة لله وأما أمه فكانت أم ولد يقال لها سبيكة ودرّة وريحانة ثم سمّها الإمام الرضا عليه السلام خيزران وقد تسمّت بالمؤنسة وسكينة المريسية وتكنّى أم الحسن وكانت نوبية وهي أفضل نساء زمانها وكانت من أهل بيت أم المؤمنين مارية القبطي رضي الله عنها زوجة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ووالدة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وزوجات الإمام محمد الجواد عليه السلام أم الهادي والدة الإمام العاشر وأم الفضل بنت المأمون التي لم تلد له أولادا أما أولاده عليه السلام فهم أربعة ذكران وأنثيان والذكران هما بكره أبو الحسن عليين الهادي عليه السلام والإمام بعده وأخوه موسى المعروف بموسى المبرقع والأنثيان هما فاطمة ولعلها المعروفة بالحكيمة المدفونة في سر من رأى والثانية أمامة وهذا قول الشيخ المفيد أما ولده الأكبر فهو الإمام أبو الحسن علي بن محمد الهادي عليه السلام وكان الإمام بعده بنص من أبيه وأما ولده الآخر والمشهور بموسى المبرقع فقد ولد في المدينة المنورة وأقام مع أبيه إلى أن استشهد أبوه عليه السلام ببغداد ثم انتقل إلى الكوفة وسكن بها مدة وفي سنة ست وخمسين ومائتين هاجر من الكوفة وورد قم وتوطن بها وكان موسى يستر وجهه عن الناس ويلقي برقعا عليه ولذلك قيل له المبرقع وكان يستر وجهه خوفا من شرار بن العباس الذين كانوا يترصدون للعلويين ولأبناء أهل البيت عليهم السلام بين كل شجر ومدر وينكل بهم ثم أنه انتقل من قم إلى كاشان ونزل عند أحمد بن عبد العزيز بن دلف العجلي فأكرمه ورحب به وبذل له الأموال وأحسن إليه ثم خرج جماعة من رؤساء العرب من أهل الكوفة وتفحصوا عن أمره وعما جرى بينه وبين أهل قم فلما اطلعوا على الأمر وبخوا أهل قم لسوء معاشرتهم مع موسى وإخراجه عن بلدهم فعند ذلك ندم أهل قم في إخراج موسى عن البلد واستشفعوا برؤساء العرب الذين قدموا قم من الكوفة وطلبوا منهم دعوة موسى المبرقع للرجوع إلى قم ومغادرة كاشان والتوطن في بلدهم فقبل موسى شفاعتهم وعفى عن أهل قم ثم نزل قم مرة ثانية وأقام بها مكرما وصار له مقام عظيم عند القميين وأحاطوا به واستفادوا من علمه وفضله وكان موسى المبرقع من أهل الحديث والدراية وتوفى في بلدة قم في شهر ربيع الآخر من سنة 96 ومائتين ودفن في بيته قال العطاري صاحب مسند الإمام الجواد عليه السلام الظاهر أن مخالفة أهل قم مع موسى المبرقع وإخراجه عن بلدهم كان لعدم معرفتهم إياه لأنه كان يستر وجهه بالبرقع ولا يظهره للناس وكانوا في شك وترديد في شخصه وأمره فلما ألقى البرقع وكشف عن وجهه عرفوه وأكرموه نهاية الإكرام وقبره اليوم مزار معروف في البلدة المقدسة مشهور بدرب هشت أي باب الجنة تزوره العامة والخاصة تعددت وتضافرت الروايات في النص على إمامة محمد الجواد عليه السلام التي تقول بأن الإمام الرضا عليه السلام نص على إمامة ولده محمد أكثر من مرة وبعضها يشدد على أن أباه الرضا عليه السلام نص على إمامته قبل ولادته أي وهو ما يزال جنينا في بطن أمه فقد روى الشيخ المفيد في الإرشاد عن محمد عن الخيراني عن أبيه قال كنت واقفا بين يدي أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فقال قائل يا سيدي إن كان كون فإلى من؟ قال إلى أبي جعفر ابني فكأن القائل استصغر سن أبي جعفر عليه السلام فقال أبو الحسن عليه السلام إن الله سبحانه بعث عيسى بن مريم رسولا نبيا صاحب شريعة مبتدأه في أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر عليه السلام وروي أيضا عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيا قال قلت للرضا عليه السلام قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر فكنت تقول يهب الله لي غلاما فقد وهب الله لك وأقر عيوننا به فلا أرانا الله يومك وإن كان كون فإلى من؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر وهو قائم بين يديه فقلت له جعلت في ذاك هذا ابن ثلاث سهين قال وما يضره من ذلك؟ قد قام عيسى بالحجة وهو ابن أقل من ثلاث سنين وروي الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال أبو جعفر وصي وخليفتي في أهلي وكان الإمام الرضا عليه السلام يخاطب ابنه هذا بالتعظيم وما يذكره إلا بكنيته أبي جعفر وهو صبي قليل السن في مقاييس البشر ومفاهيمهم وكان الإمام الرضا عليه السلام يأمر أصحابه بالسلام على ابنه أبي جعفر عليه السلام بالإمامة والإذعان له في الطاعة وكان يؤكد ويشدد على ذلك وروي أيضا أن عم الإمام الرضا عليه السلام علي بن جعفر الصادق عليه السلام الذي عرفناه من جملة أبناء الإمام الصادق عليه السلام كان ذات يوم جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة المنورة ومعه أصحابه إذ دخل عليه أبو جعفر الجواد عليه السلام فوثب علي بن جعفر عليه السلام بلا حذاء ولا رداء فقبل يده وعظمه فقال له أبو جعفر عليه السلام يا عم اجلس رحمك الله فقال يا سيدي كيف أجلس وأنت قائم فلما رجع إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه ويقولن أنت عم أبيه وتفعل هذا الفعل فقبض علي بن جعفر على لحيته وقال لهم اسكتوا إذا كان الله عز وجل لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه أأنكر فضله نعوذ بالله مما تقولون بل أنا له عبد ثم أن الإمام الجواد عليه السلام قام بما تحتاج إليه الناس بعد أبيه عليه السلام لأنه الحجة ولا يعجزه عن ذلك صغر سنه لأنه عليه السلام مستكمل الشرائط وهم أنوار الله وعلى أي حال فهذا الإمام الشاب المعصوم على صغر سنه لا ينقص فضله وشرفه عن آبائه المعصومين وأبنائه الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين فكلهم نور واحد ترية بعضها من بعض وكلهم ثمرات الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فكما تؤتي تلك الشجرة المباركة الأكل والثمر كل حين كذلك لا تخل الأرض في كل وقت وفي كل حين من حجة قائمة عليها ومن إمام ساكن عليها وإلا لساخة الأرض بأهلها وكذلك لا ينقطع الناس ولا يستغنون في كل عصر عن علوم إمام عصرهم وحجة زمانهم ولا بد للناس من الرجوع إلى الإمام في كل زمان إما شفاها بلا واسطة إن كان ظاهرا للأنظار مرئيا بالأبصار أو إلى نوابه وخدامه الخاصين أو العامين إن كان غائبا في البلاد ومستورا عن العباد كاستتار الشمس وراء الغيم مثل إمام عصرنا الحجة بن الحسن مكن الله له في الأرض كان الإمام الجواد عليه السلام صغير السن حين تولى الإمامة بعد شهادة أبيه الرضا عليه السلام فإنه كان ابن سبع سنين وثلاثة أشهر بل كان عمره عليه السلام على المشهور سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام ولم يتولى أحد الإمامة في مثل هذا العمر الصغير إلا ابنه الإمام الهادي عليه السلام بعده وبعدهما الإمام الحجة مكن الله له في الأرض وكان أيضا أقل الأئمة عمرا فقد عاش عليه السلام على المشهور خمسة وعشرين سنة وأربعة أشهر وستة وعشرين يوما فقط ولما كانت سنوات حياته مع أبيه سبع سنوات وتسعة أشهر وتسعة عشر يوما فتكون مدة إمامته سبع عشرة سنة وتسعة أشهر وتسعة عشر يوما عاصر الإمام الجواد عليه السلام بقية ملك المأمون بعد استشهاد الإمام الرضا عليه السلام وقسما من ملك المعتصم والمعروف المشهور أنه عليه السلام استشهد في أول ملك المعتصم تعددت الأخبار والروايات عن سعة علم الإمام الجواد عليه السلام كآبائه عليه السلام وقوة حججه وعظمة آياته منذ صغره وعن إدهاشه وإفحامه العلماء والكبار وهو حدث صغير السن فمن تلك الأخبار دخل عليه السلام بعد شهادة أبيه الرضا عليه السلام خلق كثير من بلاد مختلفة لينظروا إليه وكان في المجلس عمه عبد الله بن موسى عليه السلام وهو شيخ كبير نبيل عليه ثياب خشنة وبين عينيه سجادة كبيرة وكان يكرم الجواد عليه السلام كثيرا على صغر سنه والمنادي ينادي هذا ابن بنت رسول الله فمن أراد السؤال فليسأل فسئل عن أشياء أجاب فيها بغير الجواب فرد على الشيعة ما أحزنهم وغمهم واضطربت الفقهاء فقاموا وهموا بالانصراف وقالوا في أنفسهم لو كان أبو جعفر عليه السلام يكمل لجواب السائل لما كان عند عبد الله ما كان من جواب ففتح عليهم باب من صدر المجلس ودخل موفق وقال هذا أبو جعفر عليه السلام فقاموا إليه واستقبلوه وسلموا عليه فرد عليهم السلام فدخل عليه السلام وعليه قميصان وعمامة بذؤابتين وفي رجليه نعلان وجلس وأمسك الناس كلهم فقام صاحب المسألة فسأله عن مسألة أجاب عنها بالحق ففرحوا ودعوا له وأثنوا عليه وقالوا له إن عمك عبد الله أفتى بكيت وكيت فقال لا إله إلا الله يا عم إنه عظيم عند الله أن تقف بين يديه فيقول لك لما تفتي عبادي بما لا تعلم وفي الأمة من هو أعلم منك وأما محاججاته فكثيرة جدا ولعل من أكثرها شهرة مع يحيى بن أكثم في مسألة محرم الذي قتل صيدا وأجاب عليه السلام عند ذلك بجواب متفرع فحير ابن أكثم وأخجله بقي عليه السلام عند المأمون معززا مكرما وذلك تظاهرا من المأمون وكانت زوجته أم الفضل لا توافقه في الأخلاق والأفعال لأنه يكرم كثيرا زوجته الجليلة أم الإمام العاشر الهادي عليه السلام وكانت تشكيه لأبيها المأمون وهو لا يصغي لها لما صدر منه نحو أبيه الرضا عليه السلام ولم يتعرض لأديته ولا لأحد من أهل البيت علما بأن ذلك ليس في صلاح دنياه ولا أخرى وقد علمه الإمام عليه السلام الحرز المعروف بحرز الجواد عليه السلام للحفظ من الشرور والبلايا والمكاره والآفات والآهات وهو من أوثق الأحراز ثم خرج عليه السلام من معاشرة المأمون فخرج للحج ومعه أم الفضل ورجع من مكة بوطن جده صلى الله عليه وآله فلم يزل بها حتى هلك المأمون وبويع لأخيه المعتصم وكان مضى على خلافته عليه السلام بعد أبيه عليه السلام ست عشر سنة وكان المعتصم أكثر بني العباس تعصبا وكرها لأبناء علي وكان يبهره ويحيره ما يسمع من معجزاته وكرامات وعلوم الإمام عليه السلام وفي الوقت نفسه يملأ قلبه خوفا منه وحسدا ويزيده عداوة وأخيرا قرر أن يستدعيه من المدينة المنورة ليبقيه بجانبه وتحت نظره في بغداد فلما بلغت دعوته الإمام عليه السلام تهيأ للمسير مع زوجته أم الفضل وأوصى لولده الإمام الهادي عليه السلام وجعله خليفة من بعده ونص عليه بالإمامة في محضر أكابر شيعته ودفع إليه مواريث الإمامة وهو عليه السلام بعد صغير السن وانصرف عليه السلام ودخل بغداد في الثامن والعشرين من شهر محرم من سنة عشرين ومائتين للهجرة الشريفة وفي بغداد حيث محاججاته وإكبار العلماء والناس له عليه السلام وآياته التي تظهر تزيد المعتصم خشية منه ويتظاهر بتقدير واحترام للإمام عليه السلام ولذا كان ينتظر فرصة ليضعف فيها الإمام عليه السلام ويكسفه ومنذ دخول الإمام محمد الجواد عليه السلام إلى بغداد أخذ المعتصم يدبر ويعمل الحيلة في قتله عليه السلام بشكل سري ومن خلال زوجته أم الفضل وهي بنت المأمون وهي المباشر الأول قدمت للإمام عنبا مسموما وتمثل أيضا في أخيها جعفر والمدبر والمساعد لهم على هذا الأمر هو المعتصم ابن هارون فقد ذكر ذلك غير واحد من المؤرخين ومنهم المؤرخ الشهير المسعودي حيث قال لما انصرف أبو جعفر عليه السلام إلى العراق لم يزل المعتصم وجعفر بن المأمون يدبران ويعملان على قتله عليه السلام فقال جعفر لأخته أم الفضل في ذلك لأنه وقف على انحرافها عنه وغيرتها عليه لتفضيله أم أبي الحسن ابنه عليها مع شدة محبتها له ولأنها لم ترزق منه ولدا فأجابت أخاها جعفرا وجعلوا سما في شيء من عنب رازقي كانت شهادته عليه السلام في آخر ذي القعدة عام 220 للهجرة في بغداد ودفن عليه السلام في بغداد في الكاظمين بجوار قبر جده الإمام موسى الكاظم عليه السلام وكان من وصاياه عليه السلام العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركا وقال عليه السلام أربع خصال تعين المرء على العمل الصحة والغنى والعلم والتوفيق وقال عليه السلام إن لله عبادا يخصهم بالنعم ويقرها فيهم ما بدلوها فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم وقال عليه السلام من استغنى بالله افتقر الناس إليه ومن اتقى الله أحبه الناس وإنكره وقال عليه السلام لن يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يؤثر دينه على شهوته ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه وقال عليه السلام الفضائل أربعة أجناس أحدها الحكمة وقوامها في الفكرة والثاني العفة وقوامها في الشهوة والثالث القوة وقوامها في الغضب والرابع العدل وقوامه في اعتدال قوى النفس أسجي ثنائي وثناء العباد لساحة الطهر الإمام الجوادي نال من الرفعة ما لم ينل شبيهها أهل التقى والصداد قد أرشد الناس لدرب الهدى يهدي البرايا لسبيل الرشاد أعراقه كالزهر فواحة أحلاقه تفوق حصر العداد يقضي من الحاجات ما استصعبت لذلك سموه باب المراد السلام عليك يا أبا جعفر يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا